يا مساء الفل والورد والجاسمين الجو البرد دوت محتاجين ان احنا ناكل حاجة حلو قوي تعالوا النهاردة نعمل حالة بارد في دقايق بيبقى جاهز معنا وعبارة كده عن 3 طبقات طبقة من الكيك وطبقة من سوط الشوكولاتة وطبقة من الفانيليا طعمها في منتهى الجمال والروعة وبتتحضر في دقايق طعمه بجد فعلا اقسم بالله هيعجبكم جدا جدا احلى هاحلى ما فيها ان هي بحصراحة بتتحضر في دقايق بالنسبة للجو احنا نمتك السقعة دوت وبنكسل اللي احنا نقوم نحضر اي حاجة حلوة تعالوا بقى النهاردة نحضرها مع بعض عاوز اقولكم كمان حلوة للتجمعات او اجازة اخر الاسبوع طعمها في منتهى الجمال ومنتهى السهولة ومنتهى الرواعة اتمنى الاول مرة بيشوف قناتي ريت تعملوا اشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش في قناتي ريت تعملوا لايك للفيديو ويتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم شعرات وصفات الجديدة اول باول يلا نسمى الله ونصلى على الرسول ونشوف اول حاجة هنا يا حبيبي عندي هنا صوت شوكولاتة صوت شوكولاتة دو كنت عملت معاكم قبل كده وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف انا كان عندي جاهز فهيستخدمه عندي كمان هنا كوباية ونص من الدقيق حطت عليهم رشا من الملح واحطت عليهم نص معلقة صغيرة من البيكين بودر شايفين بصوا مقدرنا منتهى البساطة ازاي انا هستخدم هنا المنخل لو مش متوفر عندك ممكن طبعا اللي هي الصفاية هضيفة على بقية المكونات نص كوباية من الكاكاو المحلة بعد ما انا خلطوهم كده بابتدي بقى اقلب كده ايه بالمنظر ده كون كمان مجهزة معايا كوباية من الحليب اه دوبت فيهم كده معلقتين من الكاكاو ويه بركينها عندي بس اقلب بس اتأكد ان المكونات كلها ايه اندمجت كده مع بعضها وهبتدي انزل بكوباية الحليب انا هنا هبتدي يعني اضيف نص كوباية الحليب وبعد كده اكمل نص التاني شايفين القوام اللي احنا عاوزين نوصله وقام كده ببقى اه في تلزيق كده بجيب بقى هنا صنية بمسحة مسحة من الزيت وهو بحط الخليد اه الخليد ده وببتدي افردها كده بالصنية بالمنظر ده بالراحة جدا من الباس بتيولة او بالمعلقة الخشب ونطبعا عندي الفرن ساخن بحطه على الرف الوسطاني بياخد معايا عشر دقايق كده او خمساشر دقيقة وبيطلع معايا بازن الله شايفين اه دي كده الطبقة الاولى من الكيك جهز معايا اختبروا بقى بالخلة بصوا تلعف معايا فضل انا هعمل كده فيها فتحات بالخلة بالمنظر ده وبرده هستخدم هنا كوباية من الحليب عليها معلقتين كبار من الكاكاو ويستقيت بيها الكيك ويسيبته لحد ما يتشر بعد كده بجيب الطبقة التانية وهي الكريم شنطية عندي هنا كوباية من الكريم شنطية الخام وعندي نصف كوباية من الحليب ابتديت ان انا اعملهم مضرب الكهرباء ويضفتوها على الكيك بعد ما برت طبعا خالص بعد كده حضر الطبقة التالتة عندي هنا معلقتين كبار من الزبدة حطيت هنا شوكولاتة اللي هي الخام بشراها كده وضفت عليهم نصف كوباية من الحليب الساخن ويقلبتهم كويس جدا بقى تقل معايا لصوت الشوكولاتة وضفت الطبقة التالتة بعد كده حطيتها في التلاجة ويستبتها لمنتت ساعة بس انا صراحة ما كناش قادرين نصبر عليها فطلعتها حطيتها بقى شوية كده في الفريزر حتى تتماسك يعني ونعرف ناكل منها عاوز اقول لكم طعامها في منتهى الروعة طعامها في منتهى الجمال وبسيطة جدا وسهلة حلوة قوي الوصفة دي كمان لو الولاد موجودين في اخر الاسبوع او اجازة او حاجة حلوة كده سريعة وعاوزة تحضري حاجة حلوة مفيش احلام من كده ومخدتش معانا دقايق وبقت معانا جاهزة ايه رأيكم؟ اتمنى فيديو النهاردة ينور عجبكم يارب وصفة النهاردة تعجبكم السلام عليكم ورحمة الله اصبكم في رعاية الله واستنوني فيديو جديد